اشترى لي تشانجمين هاتفه حديثاً ولتعلم كيفية استخدامه التحق بدورة توفرها بلدية حيه في شنكدو جنوب غرب الصين لا يزال الكبار في الصين يوجهون صعوبات في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في الصين لدرجة قررت السلطات توفير حصص للتقوية الرقمية وقد أصبح استخدام الهاتف المحمول أساسياً في الصين حيث تزداد التجارة الإلكترونية رواجاً وينحصل استعمال السيول النقدية ومن المتوقع أن يبلغ عدد المتقاعدين في الصين 300 مليون في 2025 أي من يوازي عدد سكان الولايات المتحدة تقريباً وتمثل قدرتهم الشرائية أكثر من 720 مليار دولار وفق مجموعة داشو كونسالتينغ وصحيح أن 98% من المناطق الريفية باتت مزودة بشبكة اتصالات من الجيل الرابع غير أن ثلث السكان تقريباً ما زالوا يفتقرون إلى النفاذ إلى الإنترلت